النهاردة تم إصدار لائحة المسابقات الجديدة للموسم 2023-2024 وأيضا فيما يخص نظام القيد الجديد تعالوا أولوكم أبرز أبرز الشروط وأبرز البنوط في هذه اللائحة الجديدة السماح لكل نادي بقيد 30 لعبا في قائمة الخاصة بالموسم الجديد الفريق الأول في جميع الأقسام يعني كل نادي في الدولة الممتازة الموسم اللي جاي هيبقى من حقه يتم أو يقيد 30 لعبا والسماح بقيد 5 لعبين إضافيين من مواليد عام 2001 في القسم الثاني والثالث إضافة إلى القائمة الأصلية المكونة من 35 لعبا يعني الأندال تحت اللي في القسم الثاني والثالث ليهم 40 لعب في القائمة ماشي من حق كل نادي وضع 3 لعبين في قائمة الانتظار بقائمة من اللاعبين الممتدة عقودهم مع الفريق ولا يسمح لهم بالمشاركة فيها المباراة إلا بعد إضافتهم للقائمة الرئيسية أثناء فترة القيد مع التزام النادي بدفع قيمة عقودهم كاملة يعني النادي من حقه يحط 3 في قائمة الانتظار بس يديهم العقد بالكامل ولا يجوز لأي نادي شراء لعبين إلا في حدود الميزانية المقدمة من النادي في ملف الترخيص الخاص به سوائن ما تقلبش عشان دي مهمة أوش أوي ركز معايا عارفين موضوع يقولك إيه في بعض الاندية بتدفع أرقام كبيرة وأرقام ضخمة وأرقام وأرقام دي شبه قاعدة اللعب النظيف أو اللعب المالي النظيف اللي بتتعامل في أوروبا دلوقتي اللي هو إيه حضرتك إنت كنادي بتقدم الميزانية بتاعتك الميزانية بتاعتك دي مثلا 100 مليون جنيه فما ينفعش تشتغي لعيبة ب150 مليون جنيه ما ينفعش إنت مقدم لي اللي إنت معاكش غنمية أنا بقى بورهاك ببساطة بالبساطة دي بس بقى بساطة لحضرتك إنت ميزانيتك اللي مقدمها 100 مليون جنيه طب إنت شاري 150 مليون دول جبتهم من إين وليه وإزاي فعشان ما تلاقيش نادي بيبالغ مثلا في صفقاته إلا لو مقدم يعني مثلا لو نادي وميزانيتي مثلا مليار جنيه أقدم وشتري لعيبة عادي بقى براحتي كل واحد حر بس مش اقتل من الميزانية بتاعتك فدي نقطة مهمة جدا أتمنى أنها تتطبق يعني أتمنى اللي بعد يحق لأي نادي إعارة سبع لعبين خلال الموسم كحد أقصى لا يمكن تخطيه ولا يجوز لأي نادي استعارة أكثر من سبع لعبين على مدار الموسم كحد أقصى ولا يجوز إعارة أكثر من تلات لعبين لنفس النادي ولا يجوز استعارة أكثر من تلات لعبين من نفس النادي يعني ما تروحش نادي مثلا يأخذ 4-5-6 لعبين بالزملك في الملقى نادي يقول لك دول أنا الفرقة بتاعتك ya ده هتاخد تلاتة بس لحق لأي نادي إعارة سبع لعبين خلال الموسم كحد أقصى لا يمكن تخطيه ولا يجوز لأي نادي استعارة أكثر من سبع لعبين على مدار الموسم كحد أقصى ولا يجوز أنا بعيدها تاني ايه ولا يجوز إعارة أكثر من ثلاث لعبين لنفس النادي ولا يجوز استعارة أكثر من ثلاث لعبين من نفس النادي يسمح بقيض خمس لعبين أجانب بحد أقصى في قائمة الفريق في القسم الأول يعني كل فريق في القسم الأول في الدور يعني لخمس لعبين أجانب والسماح بقيد اتنين لعيب أجانب فقط في قائمة الفريق في القسم الثاني ولاعب أجنبي واحد في القسم الثالث ويسمح بقيد تلات لعبين أجانب في المراحل السنية المختلفة ولا يتم احتساب اللاعب الفلسطيني كلاعب أجنبي في قائمة الفريق ولا يجوز مشاركة أي حارس غير مصري في جميع الأقسام أنا مختلف على دي دايما على فكرة أه مختلف عليها جدا يعني جدا طيب